بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم الحد عندنا مش يوم المشاكل لكن يوم التوافق والسعادة اليوم اللي فيه بنبص شويتين تلاتة بالتمحيص وبالعناية وبالرعاية لحياتنا الزوجية أمنية إن يجي في يوم الأيام ييبقى عندنا في بلدنا هنا برامج تدريبية للمتزوجين بعد تلات سنين وبعد خمس سنين وبعد سبع سنين وبعد خمستاشر سنة وبعد عشرين سنة ليه طيب؟ لأن كل مرحلة من مراحل الجواز بيكون لها تفاصيل لابد إن احنا نراجع نفسنا فيها وكل ده بيدخل تحت قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير تعالوا مع بعض نبص على حياتنا الزوجية ونشوف شوية حاجات هنشوف حاجة اسمها بيبان فيه قوي قوي إيه اللي بيحصل فيه؟ بس تعالوا نقول إن الإنسان في أوقات كتيرة في الجواز ما بيقاش عنده تركيز فبيكون فيه أوقات كتيرة بيحصل له انشغال ويحصل له إهمال في العلاقة الزوجية ده بيزيد قوي 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 في أزمة بتكتر دلوقتي لازم نتكلم عنها دلوقتي اسمها أزمة الاغتراب إما إن الزوج بيخترب أو الزوج والزوجة نفسهم بيروحوا لغربة والأمام السنين بيتعدي في الغربة بسرعة قوي تمر بسرعة فيكون الناس مش مركزين في حياته وإنما مركزين في هدف واحد اللي هما الاثنين رايحين علشانه وهو إنه يبقى فيه رصيد وفيه تأمين مالي للمستقبل لكن أمان الزوج والزوجة ده بيكون خافت على طول الأمان الزواجي ده بيبقى خافت ومزظاهر وعلى طول بيقول الزوج له زوجته طالما أنا مكفيكي أنت عايزة إيه تاني على فكرة ده كمان بيحصل هنا بيحصل لما الزوج يكون منشغل فالزوجة تقول له أنت بتمارس الإهمال الزواجي معايا يقول له أعمل إيه يحصل برضو حالة من حالة أنا بسميه الاختراب الداخلي الاختراب الداخلي أن يكونوا مع بعض بس فيه غربة غربة ليه؟ هو بيقول له أنا أعمل إيه الحياة خلتني في الحالة دي الحياة الزوجية مش الأمان المالي بس إنما لابد لها من الأمان العاطفي امسك بقى في الأمان العاطفي ده والأسف بدأ الناس الأيام دي يهتموا بالأمان المالي على حساب الأمان العاطفي وعايز داد أنا بقول لكم أهو في ظل الظروف اللي احنا فيها ده عايز داد إن الناس تجري وراء الأمان المالي على حساب الأمان العاطفي وعايزون للناس إن كل حاجة ممكن نشتريها بالفلوس الفكرة دي فكرة مزعجة جدا خصوصا للزوجات اللي هي فكرة المؤيدة بالمال لما يقول لها أنا هقايد اهتمامي بيكي وهقايد إهمالي بيه إن أنا أديك فلوس زيادة ساعتها بتشوف إن هو بيشتري سكتها بالمال طبعاً بيبقى المسألة مسألة فيها تعزيم شوية طب أنا أعمل إيه الزوج بيقول لها أنا أعمل إيه وهي بتقول لها أنا أعمل إيه بس من أشياء الخاطئة تماماً في بيوتنا إن أعتقد إن دور الراجل في البيت هو توفير المأكل والمشرب وبالمناسبة ده اللي خلى كتير من الكلام اللي بيننا دلوقتي هو أنا ملزم بدأ أو مش ملزم بدأ اللي هي فكرة بناء الجواز على الحقوق الواجبات مش بناء الجواز على القيم فلاقي الراجل دايماً يقول أنا مخليكم مش محتاجين حاجة الكلام ده ساعد على شوية بعض الموروسات بقى لإيه الشعبية راح تدخلها في النص وراح تمأكدها ده إيه الراجل ما يعيبوش اللي جيبه لايه الراجل ممكن على فكرة الراجل والستة على فكرة اللي اتنين ممكن يعيبهم أخلاقه السيئة ولو جيوبهم مليانة ولو هي بنت مين ولو هو ملك مال أرون اللي اتنين ممكن يعيبهم سوء الأخلاق فلو عمل فلو عمل تجاوزات ويدر يسدد تمن التجاوزات ومع وجود العيب فالغلط هيدفع تمن وفلوس مش هتزاره لتطيب خاطر بس حدث النبي صلى الله عليه وسلم خلانا نفهم إن في حاجات ما بتتشتريش بالمال لما قلنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق يبقى حسن المعاملة هي اللي ممكن تسعى الناس مش الفلوس حدث النبي أسس مفهوم مهم جدا جدا كمان للخطأ الاسم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس طب أنا أقول كده ليه عشان أنت هتكون مرتاح لو ده اتعرف عنك اتعرف عنك إن أنت بتعمل اللي إحنا جايين نتكلم عنه نهار ده بتعمل تعويض زواجي يعني إيه بتعمل تعويض زواجي إحنا جايين نتكلم على أسوأ حاجة بتحصل دلوقتي إن الرجال أو الستات ياخدوا حاجة اسمها المكملات الزواجية يعني ايه المكملات الزواجية اللي مش لقى احتواء هنا ياخد الاحتواء في حتة تانية واللي مش لقى ودني يسمعه اللي مش لقى ودني يسمعه تلاقي ودني يسمعه في حتة تانية أنت هتحب وانت هتحبي إن تعرف ده يبقى ده من الاسم حتى تتنبي وضع ضابة واضح الإثم وما حاك في نفسك أو في الصد وكرهت أن يطلع عليه الناس وعشان كده سيدنا من عطاء الله السكندري بيقولك بيأكد لك على هذا المعنى لا تترك يقين ما عندك يقين إن ده غلط نظن ما عند الناس إن الناس لهم مش شايفين فالمعيار مش هي الناس وعشان كده في حاجة اسمها الجهاد في الحياة الزوجية يعني أي جهاد في الحياة الزوجية؟ إنك تجاهد لما تجيلك فكرة إن أنت عندك شيء ناقص تجاهده والذين جاهدوا فينا لنا هدينا ومسيبوا لنا حتى في الحياة الزوجية أنا بقول كده وأنا عارف أنتوا بتسمعوني بتفكروا في إيه أنا مش بكلم حد تاني بكلمنا إحنا فعشان كده في ناس بتستسهل ويروح يعمل علاقة خارج إطار الزواج فيه ظاهرة اسمها حب الحياة فيه متلازمة كده عندنا عند كتير من الناس بتحصلهم حتى في ضدية اللي بتسببونه من انتكاسة بعد الطاعة اللي هي متلازمة إيه؟ حب الحياة التفلط فيه اللي يحصل؟ فهو يقول تيجي نفسه أم مرة بالسوق تقوله أنت محب للحياة وفيه جزء من حياتك مش موجود فيه اللي يحصل؟ فكملوا بقى كملوا بإيه بقى؟ بالانشغال والبعد والتفلط من الحياة الزوجية الانشغال ده بيزيد جداً لما يكون نمط الزوج نمط الزوجة من النمط المستقل أنا بقول لكم الحالات اللي عندنا النمط المستقل اللي هي شخصية قوية وقدر تاخد موقف وقدر تدير أمورها وكذلك لو الزوج بقى من النوع القيادي فيقول أنا نروح لحد تاني يكون محتاج لي أقدر أحتويه وأقدر أحلله مشاكله من الزوجتي اللي هي وساعات يقول لها أنا مش شايفك واحدة ست ليه طيب؟ عشان هو مش شايفها محتاجاله هي شايفة دايماً بتقوم بتقييم أداءه الزواجي فهو رايح لحد يكون محتاج له يملاله بالفراغ في حياته وده بيفتح لنا باب كبير على حاجة اسمها احنا تكلمنا عنها قبل كده اسمها الاحتواء البديل الاحتواء البديل ممكن يكون في الأسرة للبنات قبل الجواز والولاد قبل الجواز وممكن يكون كمان في أثناء الزواج فالانشغال ده وفكرة مع فكرة التعويض بيطرح قدامنا مشكلة كبيرة اسمها عناعمل ايه في التعويض الزواجي كل واحد يبدأ يدور يعود جوانب النقص اللي عنده في حياته الزوجية وممكن ده يبدأ يدخل يدخل بالناس في ايه؟ في الخيانة ويبتدي يختلفوا في مقدار الخيانة دي وصلت لغاية فين فيقول لجل أنا كل اللي عملته ان أنا اتكلمت مع حد لاني محتاج شيء من الأنس وهي أهملتني ده مبرر صعب على فكرة ان انت تشيره من عقول الرجالة والستات على فكرة ان أنا محتاج حد ايه؟ يكمل لحياة الزوجية مبرر خبيس قوي بتستخدمه النفس ولازم كل واحد فينا يقف قدام نفسه ويقول كده ايه؟ وما أبرق نفسي إن النفس لأمارتهم بالسوق وكمان بيفتح باب على الخيانة الإلكترونية خصوصا للأسف في حالة السيتات بحجة انها تقول أنا ما لمسنيش أنا كل حاجة قابلني وبس هو اتكلمنا مع بعض مساحة تنفس فيها أنا ولا قابلته ولا كلمته أنا كل حاجة عايز مساحة تكلم فيها والتعويض والانشغال ده ممكن كمان يكون بسبب إدمان اللذة والعلاقات خارج إطار الحياة لدرجة ان أنا بلاقي ناس بتقول أنا مش قادر أبطل ده بيحصل له بقى حالة من حالات الإدمان يقول لها أنا مش قادر أسيبك كمان وما أقدرش استغنى عنك بيقول له مراته كده فهو لا قادر يسيب ده ولا قادر يستغنى عن مراته وشايف نفسه مركز العلاقة وعشان كده من حقه انه يعمل تعويض زواجي ويكمل اللي نقصه في الجواز الحياة الزوجية ما بتتبنيش على حقوق الواجبات وانها ما بتتبني على الفضل وبتتبني على قيم والأخلاق فكل واحد لازم يعبد ربنا في الجوازة دي ويبذل ما في قسعه اللي حفاظ على القسع فلازم نستمر في القسع فلما نقول للراجل لابد من انك تبتزم بما لا يؤذيها يقول أنا ما قدرش أعمل أزيد من اللي أنا عملته ده ولازم يعرف ان العنوان الأساسي في الجواز هالجزاء والإحسان إلا الإحسان فالفضل أكتر حاجة ممكن تقضي على التعويض الزواجي والانشغال الزواجي عشان نوصل إلى القاعدة الأساسية ولا تنسوا الفضل بينكم الانشغال زي التهديد كله تجاوز في حق الحياة الزوجية والتعويض أسوأ أنواع التجاوز في الحياة الزوجية ويشعر الطرف الآخر بعدم الأمان والخوف ولازم الزوج يشعر زوجته على طول أنه متعلق بيها هناك مهارة احنا تكلمنا عنها قبل كده مهارة التأمين الزواجي لازم يتعلمها الرجالة وأنه يشعر زوجته أن هي أولى أولوياته لأن هي إلا حاصل ما عندهاش غيره في الحياة وكذلك الزوجة لازم تشعر زوجة بكده